مع المسيح اليوم رح نتعرف سوى مشاهدينا على آخر نشاطات إحدى أبرز الجوءات اللبنانية هي جوءة أبرشية جبل لبنان للروم الأورتودوكس تفاصيل أكتر مع ضيفنا المحامي جزافي أزبيك أهلا وسهلا فيك شرفنا أهلا فيك حضرتك مؤسس وقائد تجوءة أبرشية جبل لبنان للروم الأورتودوكس وكمان مؤسس مدرسة سام للتعليم المسيئة البيزنطية اللي هي اختصاص هالجوءة المميزة سبقوا استقبلناكم عدة تمرات وآخر لقاء لقلنا كان عن ضيفي عزيزي مكرمي عنا بالبنان وهي المرنمي مريم سكوردا وأمسي مسيئية اليوم عنا عدة نشاطات بدنا نحكي عنه أننا عمت فيها هالجوءة بتعاون مع كمان جوءة مميزة وتدريب اللي عمت قوموا فيه بداية لمحة سريعة عن تاريخ الجوءة اللي ابتدت عام 1997 نحنا جوءتنا مثل ما قلت بلشنا 97 يعني صلنا 21 سنة الكثير أول شي بقلولنا كيف بعضكم هالنشاط بتفاجأوا أن بعضكم بعضكم سيبرين همهمتك ممات بقلوا أنا أكتر شي بتعرفي لما كل واحد بتشوفي واحد جاي يتعلم جديد موسيقى بزنطيبة جاي هالاندفاع عنده هذا منستقل منه أكتر شيء هالنشاط نرجع يعني تحس فيه مسئولية يعني نحنا المدرسة أسست سبعة وتسعين صلنا 21 سنة مثل ما قلنا ومنعطي منعلم موسيقى بزنطية بجامعة القلبة نحنا المركز طبعنا بالتوأمة مع الكنسراتوار الهليني للموسيقى والفنون بيأتينا وبالتالي اللي بخلصوا من عنا بياخدوا شهادة من الوزارة السقافة اليونانية بالموسيقى البزنطية والموسيقى بشكل عام يعني في تعاون بينكم وبين بزارة السقافة اليونانية أكيد وبعدين انبسأت عن المدرسة الجوءة واللي هو شي طبيعي يعني واللي هي كمان صارت من الجوءات المعروفة عالميا يعني صحيح هي وغيرها أكيد بالموسيقى البزنطية وكتر خير الله عنا كونسراتين كل سنة بيكون في عنا كان سنة الماضية عنا الناروج لأبلا كنا بروسية كل سنة منبرم جولة بعدة دول حول العالم وأكيد بتحمله اسم لبنان أكيد تماما الموسيقى البزنطية إلا خصوصياتها أكيد وأنتوا أبرز ما قدم هالنوع من الموسيقى كان عندكم تعاون مميز بينكم وبين كمان جوءة أخرى كتير معروفة باللبنان صح كان عندنا كونسر مميز تير هالسنة يلي هو عملناه نحن وجوءة القديس ستيفانوس الروم الكاتوليك ستيفانوس المنشئ اللي هي جوءة بطرياركية تبع الروم الكاتوليك نعم كان صلنا فترة من قول بدنا نعمل هالكونسر وزبطت هالسنة عملنا بكنيسة سان جوزاف مار يوسف للإباء اليسوعيين هذه من خواله أسبوعين من شي أسبوعين يعني فكنا جامعين يعني بالمجن من أطرافه طيب يقوله وكان ملفت جدا هو الانسجام مع أنه كل واحد جاي إذا بدك من مطرح شوي مختلف يعني وعقيدة شوي مختلفة يعني جوءة كاتوليكية وجوءة أرثوديكسية يعني هذا لوحده لقاء مميز أكيد أكيد هلأ إذا بدك منشوف شوي من التمرين اللي هو كان شي ملفت يعني التمرين كان كل واحدة عم يتمرن لوحده أوكي بحث بتشوفي الانسجام اللي بين اثنين خلينا نشوف سوى الفيديو لتمريننا لهالأمسي ونرجع عم يحضروا الفيديو كل جوءة كانت عم تتحضر لوحده ولكن قدمت الحفل أكيد بنفس المتين صح أكيد لأننا تمرنا ما بعض جمعته العضاء تمرنتوا سوى ولكن لما قرنتوا الفيديوز مع بعض أو قربتهم لبعض لقد لقيتوا أنه كان في إنسجابتين يعني ما كان في داع أنه تتمرنا أنه سوى خلينا نشوف سوى نحن ومشاهدين يلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أجزار نحن قنقر كانوا مع بعض. بعدين صار فيه إنشاء بيناتهم وكل واحد أنا بقول كل واحد لأنه مشي بطريق ولكن صار ليون طلق من ذات المنطلق ولكن كل واحد صار يبني على هالمنطلق اللي عنده هي فصار هن عندهم غناء إذا بديك وصار عندهم وزنات زيادة ونحن صار عندنا وزنات زيادة فهي كانت مناسبة لنحط هالوزنات كلها سوا مع بعضها وطلع هالكونسير اللي بيجمع كل هالكنز من المال ثانية بعتذر منك عنا نقل مباشر من سجل الأخبار ونرجع ونكمل حديثنا نرجع مشاهدينا لحديثنا مع مؤسس وقائد جوئد أبرشية تجابل لبنان للروم الأورثودوكس المحامي جزاف يزبك أهلا وسهلا فيك مرة جديدة حكينا عن نشاطاتكم اللي جلتوا فيها حول بعدد تدوى للسنوات الأخيرة وكمان عن الأمسي المميزي لجماعتكم كمان بأحدى أبرز الجوئات اللبنانية نحكي هلأ عن تدريب أو تمارين اللي أنتو بتقدموه لجوئات الرعاية نحنا الجوئة أصلا هدفها من أهدافها الأساسية هي أكيد أنه يصير في جوئات بالرعاية مش يتخدوه من الرعاية يعني فنحنا بيجوا لعنا تلميز من الرعاية بيتعلموا بيصيروا يعرفوا يرتلوا أكيد ويصيروا يخدموا جوئات رعية هنا بيجوا لعندكم على المدرسة على المدرسة بالقلبة هلأ نحن عم نعمل الزيادة هلأ نحن عم نروح على الرعاية هالفكرة الجديدة حتى نرجع نحن نوكبهم حتى مطرح مهنة صاروا يعني فعم نشتغل مع الجوئات على تدريب الجوئات يعني بيبئتهم بالمكان اللي هن معوادين عليه عم تقدموه التمارين والتدريب لأنه بالتبقى بالجواء أصلا مش كلهم صوت لميز أنا بيكون أجوا كم واحد يتعلموا والبقية موجودين بهالطريقة الكلي بيستفيد الكلي بيستفيد ندر نوصل لنتيجة أحسن يعني عم نحضره مع جوئة المطيلب في أنه حتى بواد النصارى بالشمال هلأ إذا بدك نسمعها شوية من هذا اللي عملنا هذا السيدة طبعا هلأ نشوفه اللي نزلناه من التراتيل التريودي لأنه فترة الصوم لحديث الفصح يعني وكانت بداية منيحة يعني ملفتة الحمد الله كانت تير ناجح كانت كلها تراتيل لمناسبة أسبوع الألام أو تراتيل العامي للصوم من أول الصوم لحديث الألام خلينا نسمع شي منه إذا ممكن إذا محضر الفيديو تفضلوا يا رب القوات كن معها فإنه ليس لنا في الرحزان وعيد سنوان يا رب القوات كن معها هلأ نحن الحلو بجوءات الرعاية أنه بتجمع عدة أعمار كمان خاصة في عندك المرتلين يعني المبتدئين مع القدامة لا لا أحكي الأعمار يعني مثلا شفت هون جوءة الحزمي في ثلاثة أشخاص من المخضرمين يعني من الكبار نستفيد من خبرتهم كمان يعني اللي هن لأنه أكيد في عندهم خبرة أنه كانوا يسمعوا الناس الأدم يعني حافظين أكتر الأجيال الأديمة نحن عنا أكتر الأشياء العلمية فمناسبة بهالجوءات الرعاية أنه نتلاقها أكتر وأنه يصير في عندك هال تبادل الخبرات تبادل الخبرات عبر الأجيال يعني ومع المواهب أكيد 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 طالع في عنا كمان فيديو لجوءات الرعاية جوءة المطيلب كمان خلينا نشوفها سوا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن ناحية تجمع انها كانت تصر لها الفرصة انها تكون مسيح الامبراطورية البيزانطية وبالتالي فيها كل عظمة البيلاط البيزانطي واللي كان معروف قداش فيه غنى يعني فمشان هيك تجمعها العظمة مع الروحانية مشان هيك العالم اول شي بتحبها ومن ناحية تاني بتحس بالروحانية اللي فيها العمية نلاحظ كمان انه الحان اسبوع الالم باللي ترجى البيزانطية كلها فرح بالرغم من انه هادي مونيسة بكلها قلم وعذاب وواجهة كيف تفسروا هالشي لكن احنا بالاسبوع العظيم احنا نسميه اسبوع العظيم مش اسبوع الايلام كمان اسبوع العظيم هو بالنهاية هو الطريق اللي وصلنا للفصح ونحنا بكل هالطريق دائما عيوننا شخصة نحو الفصح حتى كل ترتيلة اخرى في معنى فصح حتى بالجمعة العظيمة من رد التبركات الايامة نهار الجمعة العظيمة وبالتالي حتى نحنا الترتيل اللي هي بتحكي عن الالام وعن القبر مثل هيسوع الحياة مثلا هي لحنا فرح كامل الاجيال تخرج لدفنك يا مسيحي وهي لحنا لحن ثالث لحن فرح نتيجة كلها فرح نتيجة فرح وكل المعنى اللي بتحمله هو بيوصل للفصح حتى بقلب الترتيلة نفس حتى نهار الجمعة العظيم نحكي عن الفصح نعم نحنا عم نتذكر بس الالام اللي هو بواسطة يا سوح يعني الامل موجود طوال اسبوع الالام اكيد اكيد الامل وهو منتكس على الامل نعم عم نسمع هلأ كمان شي كتير حلو من الموسيقى البيزانتية شو عم بتحضروا هلأ جديد كجوءة برشلية جبل في عنا كزا مشروع الحقيقة في عنا مشروع عم نحضر تكريم لديستيز اندروس معي نعم اللي هو من الاشخاص القدم يعني مات بالستينات يعني واللي هو كان عنده مؤلفات بصلاح هلأ من نشرت بشكل مجموع يعني فعم نشتغل عليها وعم نعمل كمان سيدلقلو كونسار تكريم وهذا المشروع الاساسي هلا وفي كزا مشروع بعد عم نشتغل عليهم حضر اكيد راح تخبرنا عنه بي حلقات لاحقة وبدي اشكرك محامي جوزيف ياسبيك وعط كل اعضاء الجوءة اللي دايما بتزينه حلقاتنا بالمناسبات الدينية والاحتفالية ونعيد الجميع كمان ومنعيدك وفصح مجيد كون فصح مجيد للكل وبيجيب السلام لهالمنطقة ولأهله ولكل هالشعب يا رب شكرا لحضرت معنا وقفي مشاهدين والعيف بكمل خليكم برفتنا الخطأة ترصدوني ليهلكوني أما أنا فقد فطنت لشهاداتي ولدتك اكت جرعت السراب المر يا حلوة الجميع تمر مر ثم بلدت وزنتيها بالدموع يا حلوة الجميع